بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كانت مننا يلقاكم الفيديو بألف خير وصحة وعافية وأحوال طيبة بإذن الله ومرحبا بكم معي من جديد فيديو جديد ووصفة جديدة ووصفتنا ديال اليوم كما تتشوفوا هي نزولا على طالب مجموعة ديال المتتبعين غادي نشارك معكم وصفات بالكنافة 250 قرام فقط بالكنافة وجوجي الحشوات مختلفة كنافة تيجي معسلين بنانين فغيمون بنان بالنسبة للسيدات اللي تيخدموا لكم وانت ممكن تديوا أفكار لحن تخذكم بوشرة ووصفة احترافية 100% وأنتم اللي في الضار فرحوا لوليداتكم بالنسبة للكريمات اللي غدي نشارك معكم كريمة بنوتلا تجي رائعة لدي دابنينا وعشاق الحامض غدي نشارك معكم كذلك كريمة ديال الحامض تهي تجي رائعة بتنسونيش أخواتي بالتعليق ديالكم زوينا واللايك لفيديو فضلا وليس أمرا ودابا غدي ندوزوا على بركة الله المقادير وطريقة تحضير بسم الله وعلى بركة الله غدي نحتاجوا في المقادير 250 جرام ديال الكونافة الكونافة تتباع عن اللي تيبيعوا مستزمة الحلويات أو اللي تيبيعوا الحلويات الشرقية والسورية غدي ناخد هاد الكونافة ديالي وغدي نقطعها بوحد سيكين حد ولا وضعوها في الهاشوار من بعد ما قطعت الكونافة غدي ناخد واحد لوبول يكون كبيبر وضعتها فيه بالنسبة للمقادير المتبقية غدي نحتاج 50 جرام ديال الزبدة المدابة تكون دايبة البنات وباردة بالإضافة إلى 50 جرام ديال الزيت قد الزبدة قد الزيت غدي نحتاجوا كذلك وحد نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا غدي ناخد ذاك الكونافة غدي نضيف عليها داك نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا بالإضافة إلى الكمية ديال الزيت والزبدة غدي نخلي واحد شوية البنات منهم باش ندهن القواليب ديالي في حالة البنات لكنتوا تتعجبكم الحلاوات قدروا تضيفوا واحد ملعقة كبيرة تكون ديال السكر بودرة أنا فقط أغدي نكتفي بالحلاوات ديال الشربات أو السيلو اللي غدي نسقيهم اللي غدي نسقيهم من اللي غدي نخرجهم من الفر دابا غدي نحاول أنني نلبس جيدا داك الشوعيرات ديال القونافة كمية الزيس والزبدة كل ما يجي ذاك اللوين ديالهم محمر ومدهب من يخرجهم الفرن ودا بغادي ناخد الكونافة ديالي وغادي نبدأ نعمر القوالب بهالطريقة انتو ما تتعمر البنات وستضغطه في الجوانب واضغطه في جميع الاماكن بهالطريقة هادي بشي تلبس لي ذاك القالب بهالكونافة ويا وتاخد لي الكونافة الشكل ديال القالب ومن بعد ما لبس القوالب جيدا بالكونافة غادي نغطيها بواحد الورق الخاص بالفرن هادي اسيوسة البنات دائما تنستعملها وغادي ندخلها على الفرن لدرجة حرارة 180 مشعول من الأسفل ومن الأعلى من بعد ما غادي نغطيها بصفيحة خاصة بالفرن باش تتحمر لي لان كل ما تتحمرت وطابت الكونافة ديالنا من الداخل الا وتيجي المدقلية الهازوين ومميز دبا غادي ندخلهم مباشرة الفرن وهالكونافات من بعد ما خرجتهم الفرن فعلا روحتي يجي واخده ولدك اللوين الدهابي وستغرقوا لي داخل الفرن عشرين دقيقة دبا غادي ندوزوا باش نعمرهم بالقطر او سيرو اللي ديجا شاركتوه معكم من البنات باش ميجيش لفيديو طويل خديت السكار مع الماء تقريبا انا خديت دبا بكأزي السكار مع كاس ونصف ديال الماء مع القطع ديال الحامض ووضعتهم لمدة عشر دقائق فوق النار لما كنتوش تقدروا البنات تسقيوهم بالعسل انا سنفضل دائما سنفضل القطر او سيرو الكونافة دبا غادي نشرب جيدا هاد الكونافات ديالي بهالطريقة بالنسبة الكريمة اللولاية كريمة ديال الشوكولا غادي ناخد كاس ديال الحليب كاس ديال العنباء او شي المغريبي ملعقة كبيرة من السكار ملعقة كبيرة من بودرة ديال كاكاويوز حسين تكون نوعية جيدة الكاكاو اللي تيكون بني البنات ماشي اللي تيكون غامق ملعقة كبيرة من الناشاة تكون عامرة غادي ناخد واحد الانية غادي نفرغ في هادا الكاس ديال الحليب غادي نضيف عليها السكار مع بودرة ديال كاكاو مع مع الناشا وغادي نخدم هاد المقادير جيدا بواحد البراميكسور لما كانش عندكم تقدروا تخدموها غيب الفوية عادي ونوضعها في واحد الكاسرونة ونوضعها على نار متوسطة مع التحريك المستمر احتى اعقاد للخاليط كي مشتوء من بعد ما اعقاد غادي نوضعوه في واحد اللوبور ونغطيه بواحد البلاستيك عدائي ونخليه جانبا ومن بعد ما بردت هاد الكريمة تماما غادي ناخد واحد محلقة كبيرة ديال الشوكولة الخاصة بالدهن انا مستعملة هاد النوعية نوتا لا تيجي المطاق ديالها مميزة لبنات غادي نضيف هادا الكريمة اللي عندي وغادي نخلطهم مع بعضياتهم حتي جانسو بالنسبه للكريمة التانية وهي كريمة ديال الحامض غادي نحتاج كأس ممزوج كأس دي العنباق الشيء المغريبي ممزوج بين عصير ديال الحامض او الليمون مع الماء جوج ملعقة كبار من السكر مع ملعقة كبيرة ونصف من بودرة الكريمة باتيسيار سفار بيضاء بشور ديال الحامض او الليمون مع واحد نصف ملعقة صغيرة من نكهة ديال الليمون انتم ما كماشتو غادي نضيف لدك العصير ديال الليمون غادي نضيف له الماء وغادي نضيف عليه كذلك دك جوج ملعقة كبار ديال السكر حسل ثلاثة ديال ملعقة كبار ديال السكر على حسابه كل واحد كي يتعجبوا الحلاوة كي يليلا غادي نضيف عليهم كذلك بودرة الكريمة باتيسيار مع سفار ديال البيض وغادي نخدم هاد المقادير جيدا على البارد حتي يتجنسوا مع بعضياتهم وغادي نضيف عليهم كذلك البنات ذاك القشيرة الفقانية ديال الحامض تتعطي وحد نكهة رائعة لهذا الكريمة هادي وغادي نوضع الكاسرون ديالي على نار متوسطة حتى يعقاد للخليط كماشتو غادي نضيف لهم ملعقة كبيرة اولى ملعقة عفوا صغيرة من الزبدة النوعية جيدة مع نصف ملعقة صغيرة من نكهة ديال الليمون او ديال الحامض تتعطي مضاقة رائعة لهذا الكريمة وتتجيطة هي كذلك مميزة ودابا غادي نوضح الكريمة ديالي كذلك سيفو حد الجيب حلواني وغادي نوضحها جانبا وغادي ندوزن عمرو الكنافات ديالنا وفي هاد الاثناء غادي نعمروا الكنافات ديالنا بدك الكريمات اللي حضرنا من بعد ما تشربت جيدا هاد الكنافة دك السيرو او دك القطر شوفو تتحيدونا بكل سهولة من القوالي بالابنات وتيجي المنظر ديالهم رائع وبها الطريقة غادي نعمرهم بالكريمات بالنسبة لزين تيبقى مسألة اختيارية بالنسبة لهادوك اللي وضع فيهم الكريمة ديال الحامض او الليمون غادي ناخد القطع ديال الليمون بهالطريقة من بعد ما مقطعهم قطع صغيرين ودهناهم بالنباش غادي نزينهم في الجوانب وغادي نوضح كذلك ذاك اللي فخوي تكسوريز معلب تيجي رائع في المنظر وتيفتح الدلون ديال الكنافات بالنسبة لبنات هادوك اللي وضع فيهم الكريمة ديال الشوكولة غادي نزينهم كذلك بدك شي اللي متوفر عندكم في المنزل أنا خديت كان عندي نوازات من بعد كذلك مدهنته هو بالنباش وضعته في الجوانب وغادي نزينهم بالوريقة ديال الدهب ونطلقاه في النتيجة النهائية ديال هاد الكنافات وهذه هي النتيجة النهائية ديال الوصفة اللي شاركت معاكم هاد النهار شوفوا ما شاء الله كي تيجي والبنات بلاتو هماوي اقتصادي بمقادر اقتصادية فقط مية ومسين جرام ديال كنافة خرجت لي تبارك الله هاد البلاتو الرائع فعلا يستحقون جريبة تنتمنى هذه الوصفة تشاركوها مع العائلة والاصدقاء باش تكبر العائلة ديالنا البنات وتعم الفائدة والى اللقاء في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته